هل هناك أحد يحولك على العيدات الخارجية في قطر؟ تعال اقول لك ما سيحدث معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض بحييكم من قطر وهذه القناة بنحتي فيها عن التمريض مهنة العلماء اليوم رح نحكي عن كيف يتعالج المريض في العيدات الخارجية في قطر في المستشفى الحكومية طبعا كبداية زي هذا أي مستشفى ما بصير تيجي على العيدات إلا يكون عندك تحويل من مركز صحي أو من عيادة ثانية أو إلك استشارة أو أنت موظف ومحول من عيادة الموظفين أول ما تدخل على القسم تدخل على السجل السجل بيعملك تشك إن يعني بسجله على السجل أنه أنت وصلت على المستشفى زي ما بتعمل تشك إن في أي فندق عادي بتروح على المحاسبة إذا أول مرة تدفع خمسين ريال اللي هي الكشفية وبتدفع ثلاثين ريال إذا متابع يعني ثاني مرة فما فوق طبعا في هاي اللحظة لو اكتشفت بالصدفة إنه تأمينك منتهي بكل بساطة بتعطي الكشير نفسه ميت ريال فبيتجدد تأمينك تلقائياً ما في داعي لا تروح على الوزارة ولا عيدان التأمين الصحي ولا أي مكان ملاحظة أي كشير في وزارة الصحة لازم تدفع ببطاقة البنك ما بصير تدفع كاش طب أبي يوسف لو أنا ما معي بطاقة إيش يسوي؟ بكل بساطة نفس الكشير رح يعطيك بطاقة رح يسألك إيش اسمه بنكك؟ مثلاً كيو أم بي رح يقول لك هاي البطاقة تابع لبنك كيو أم بي سعرها عشرين ريال أول مرة بتشحنها بخمسين ريال هات سبعين ريال أروح يتفع للصيدالي زي ما بدك طبعاً كل ما يخلص رصيد تقدر يجد الدهان أول مرة مثلاً إنت روحت على مركز صحي قال لك حولتك على عيادة العظام الباطني الحروخ شو ما كانت بتروح على البيت وتستنى إنه يجيك مسج موعدك بعد بكرة في العيادات بالعادة بيوصلك قبل بيومين ثلاثة أول مرة بتيجي على العيادات بدك تعمل حسابك إنه إنت زلمة ووك إن يعني إنت جاي زيادة على الليسته فبدك تستنى المفروض الدكتور يشوف ثمن أو تسع مرضى باليوم معظم الدكاتر بكون عنده عشرين أو ثلاثين أو أربعين مريض على الليسته فإنت بدك تيجي وتمشي قبل هذول مش منطق مدام جيت جديد أول مراجع إلك أعمل حسابك إنه رح شوفك آخر واحد بالليسته كقاعدة في العيادات كل مريض له موعد ما بصير يجي بدر كثير أو متأخر كثير لازم كل مريض يجي قبل الموعد بنص ساعة عشان يلحق يروح على الكشير يسجل في السجل يدخل على غرفة القياسات يأخذ ضغطه وحرارته ووزنه وكل إشي وبعدين بنادي الدكتور لما يكون أجي موعده وهاي ميزة كويسة هون في قطر إنه ما في حدا بينام عباب العيادة من الساعة خمس الفجر زي بعض البلاد بدك تلاحظ إنه كل عيادة في البلد إلها فترتين ويمكن يكون بفترة الصبح دكتور فترة المسا دكتور ثاني فما بصير تتأخر رح تيجي تلاقي دكتور ثاني غير دكتورك الفترة الأولى بالأيام العادية من ثماني الصبح للأحداش والظهر بعدها نص ساعة استراحة الفطور بعدها من الأحداش للثلاث العصر ما بصير إنت ما وعدك تسعة الصبح تيجي واحد ونص الظهر لأن دكتورك صار له ساعتين في البيت ما حدا رح يشوفك بكل بساطة خل موعد ثاني وأحيانا بيكون موعد ثاني كمان أربعة تشهر مش بكرة يعني في رمضان بيكون الدوام يا إما من التسعة للثنتين يا إما من الثمانية للوحدة كل سنة بغيروها السنة هاي من الثمانية للوحدة عملت check-in حسبت في المحاسبة مع عدل حروق طبعا لأنه ببلاش بتدخل على غرفة الاسيسمنت بيسألك أكم سؤال بيشوف شو في عندك هستوري بيشوف شو في عندك أليرجي مدخن ولا لأ شو الأعراض اللي عندك كم يوم صر الهمبلش معاك بيوخذ لك الفيتال سنس بيوخذ بطوله والوزن بعد هيك يجا دورك بتناديك الممرضة بيشوفك الدكتور بيضحصك بيطلب لك الأشعة المختبر إلى آخره بيكتب لك الدواء بيكتب لك إجازة إذا وضعك مستعدة إذا أنت مستقدم من الشغل ساعة ساعتين بيكتب لك إشي اسمه attendance sheet اللي هي مغادرة ساعة وساعتين لو بدك تقرير بتوخل من الدكتور ورقة إلى قسم السجلات الطبيعي الرجاء اعطاءه تقرير وبتروح الدكتور بس يخلص العيادة بيكتب التقرير بيبعث لهم إياه على الايميل هم لما يفضوا بيطبع التقرير بينقحوه من كل الأخطاء المطبعية بعد أربع خمسة أيام برنوا عليك تعال استلم التقرير تبعك بتروح بتدفع أضن سبعين أو مئة ريال مش متأكد وبتستلم التقرير يمكن الدكتور حولك العيادة ثانية إذا بتحتاج ويمكن حولك إلى علاج طبيع أو علاج وظيفي زي ما بنعمل عندنا بالحروق في بعض الحيان ممكن الأخصائي أو الاستشاري حولك على مركز صحي زي مثلا عيادة الحروق بعض المرضى بيكون في زحمة في العيادة فبنقول للمريض غير في مركز صحي مرة وعندنا بالعيادة مرة عشان نخفف الضغط لو الدكتور قرر لك عملية في مكتب اسمه هذا المكتب هو اللي بيقرر إنت تيجي على المستشفى إنت تعمل المفحصات إنت يشوفك أخصائي التخدير ولو إنت مثلا عندك أمراض ثانية أو عندك جلطات سابقة أو كبير بالسن لسه راح يشوفوك الصدرية والقلبية وكثير تخصصات وراح يحددو لك أنت موعد العملية لما يجي موعد دخولك على المستشفى تيجي بدري لازم تيجي قبل تسعة الصباح وفي قسم للدخول مخصوص بتروح عليه تعطي ورقك تعطي بطاقتك الصحية تستنى لما يبلغ واحد اسمه البد منجر اللي هو المسؤول عن الأسرة هذا بيعرف وين في سرير فاضي وين في سرير ملان ومين دخل ومين خرج فبيبلغ القسم أنه جايك دخول بيقوله له نص ساعة وطلعين إياه بعدين بيسر الدخول بعدين ثاني يوم تعمل عملية طبعا ممكن في بعض العيادات زي الحروق أو العظام أو كذا المريض راج مرة خمسة عشرة مية في الاخير طيب تماما فالدكتور بيعمل له خروج من العيادة وبقول له لا ترجعب عن اليوم انت هيك مش محتاج اشي خلصت من الدكتور شافك طلب لك الفحصات والاشاعة وكله بتروح على الاشاعة بتعمل الصور بتروح على المختبر بتعمل الفحصات طبعا بالنسبة لمرضى الحروق بالذات كل اشي ببلاش سواء كشفية الدكتور مختبر اشاعة دخول عمليات كل اشي ببلاش لمريض الحروق في قطر زي ما قلت الصيدلية جور بسيطة ولازم تدفع ببطاقة البنك ممنوع الكاش تنساش وانت طالع من عند الدكتور ترجع للسجل اللي عملت تشيك ان وانت داخل تثبت الموعد تبع المرة الجاية لانه لو ما سجلت وانت طالع رح تيجي المرة الجاية ما تلاقي اسمك اصلا موجودا لو عندك اي سؤال بخص هذا الموضوع اكتب لي تحت بالتعليقات لو بدك تحكى عن اي موضوع برضو اكتب لي تحت بالتعليقات لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يصلك جديدنا اول بول رمضان مبارك السلام عليكم